بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك حمداً طيباً مباركاً جزيلاً جميلاً وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً يا رب العالمين اللهم يا رب نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأيام المباركة أن تغفر لنا وللمشاهدين جميعاً وترحمنا وتتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين اللهم لا تحرم هذه الوجوه الطيبة المباركة من رضاك ومن رضوانك يا رب العالمين أدخلنا وادخلهم في جنة النعيم دار السلام حتى نلقى فيها حبيبنا المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم أيها السادة أيها الصائمون الكرام حياكم الله وبياكم في لقاء يتجدد معكم اليوم أتكلم وفي قضية مهمة قضية عصرية نحتاجها اليوم في حياتنا وهو ألا وهو الصفح الجميل اصفح واعف عن من ظلمك من اليوم تعاهدنا وننسى ما مضى منا فلا كان ولا كنا ولا قيل ولا قلنا نعم فنبدأ بصفحة جديدة ونحن في شهر الرضا في شهر الكريم في شهر كريم من رب كريم علينا جميعا أن نفتح صفحة جديدة مع من ظلمنا أن نفتح صفحة جديدة مع من عادانا نعم وليعفو ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا ويقول وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم إنه هو الغفور الرحيم نعم وليعفو وليصفحو ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قدم العفو على الصفح العفو معروف أنه ترك الذنب ولكن لماذا ربنا جاء بكلمة وليعفو وليصفحو ليش قال وليصفحو قال الله سبحانه وتعالى يريد منك إذا أنت تركت أو غفرت هذا الذنب الذي أذنب بحقك هذا الرجل عليك أن لا تتذكر ذلك الذنب ولا تقول والله لو لا أنا كان سفلان في السجين لو مؤاني كان سفلان في إيش كان مديون إذن فربنا سبحانه وتعالى حينما أراد منا العفو بعدين الصفح علينا إيش ألا نتذكر وأن لا نعود ليش قال لأنك أنت حينما تعفو تعفو لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نعم هكذا هو الإمام علي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشد حرصا أشد حرصا على العفو والتسامح هذا هو علي جدنا علي السجاد رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه نعم السجاد علي زين العابدين اسمه زين العابدين كان عابدا لله كان عاف كان يش كان يعفو عن من ظلمه ولذلك حينما جاءت إليه جاريته يوما وكانت تصب عليه الماء وإذا به وإذا بها تسقط أو تسقط الإبريق على وجه الإمام فشجى وجه الإمام السجاد عليه السلام ونظر إليها وقالت له يا سيدي الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ قال لها لقد كظمت غيظي الله أكبر قالت له يا سيدي والعافين عن الناس قال لقد عفوت عنك قالت إن الله والله يحب المحسنين قال انهب فأنت حرة الله أكبر هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على مائدة رسول الله وفي مدرسة رسول الله التي كان عميدها حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم علينا جميعا أن نحذو حذوهم فحينما أنا أقول أن فلان جدي لابد أن فلان جدي لابد علينا أو علي أن ألتمس أو أأخذ الأمور النماذج أو القدوة التي كان يعملها الجد وكذلك فكيف إذا كان جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد علينا أن نزرع الخير أن نزرع العفو والتسامح والألفة والمحبة للناس جميعا فوالله يا إخوة أن هذه الدنيا زائلة الآخرة هي الباقية كذلك الإمام الإمام علي رضي الله عنه حينما قال أن فلانا نتكلم عليك مباشرة الإمام أخذ هذا الذي قال وذهب قال أنه سوف خلص سوف ينزل به ويتكلم عليه قال يا هذا إذا كان كلامك الذي قلته أو قلته صحيح فهذا يعني غفر الله لي وإذا كان باطلا فغفر الله لك الله ما جاء له بالسيف ليس يأتي إليه بالانتقام نعم فكذلك حقيقة رحم الله الإمام الشافعي الذي قال وَلَمَّا عَفَوْتُ وَلَمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أَظْلِمْ أَحَدًا أَرَحْتُ نَفْسِي مِنْ هَمِّ الْعَدَوَاتِي في الليل أو بعد صلاة الفجر قال يا أبا سعيد رأيتك البارحة وأنت تدعو وتقول اللهم أعفو عَمَّنْ ظَلَمَنِي حَتَّى وَدَتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ظَالِمُكَ نعم قال ولذلك الإمام الحسن البصري قال أنا حينما أعفو لن أعفو إلا لله وكثرة العف هي توجد في القلب الطمأنينة والراحة والسلام ولذلك حقيقة نصيحتي أيها الإخوة السادة الصائمون الأحباء حقيقة حقيقة يجب علينا في هذه الأيام المباركة أن نغتنم أن نغتنم الفرصة وأن نعفو صير أن تحسن من آخك الآخر واحد يقول لك والله أنا ما دام ما أجع عليه أنا ما أجع عليه خلص أن تروح عليه حقيقة كثير من الناس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل كالمكافئ يعني الإنسان الذي يقول والله فلان ما خابرني أنا ما خابرة فلان ما أجع عليه قال لا أنت أذهب إلى وذلك أحيانا قد يكون مريض قد يكون منشغل فبادر فاد بادر بالإحسان بادر بالعمل الخيري حقيقة بادر بصلاة الأرحام في هذه الليلة الليلة المباركة واغتنموا حقيقة هذه الأيام والليالي التي ترفع بها الدرجات أو ترفع بها الدرجات إلى أعلى المقامات حقيقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ربى الصحابة رضي الله عنهم رباهم على إيش؟ على التآلف البكر الصديق رضي الله عنهم الذي يعني كان يقول لأثاثة بن قيس لقد يعني كان يعطيه من المال وبعد أن صارت القضية ما لسيدنا عائشة فقال إيش؟ قال والله لا أقطع المخصصات التي كان يخصصها الصديق رضي الله عنه لأنه وقف مع الذين اتهموا عائشة رضي الله عنها فلما جاء وليأتلئ للفضل منكم والسعة قال يا رب لقد عفوت لقد عفوت إذن هذا قضية الإعفاء حقيقة في النفس ليس همها الوحيد هو رضاء الشخص المقابل وإنما هو رضاء الله سبحانه وتعالى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الكاظمين الغيظ ومن العافين عن الناس ومن المحسنين وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا ويا رب نسألك في هذه الأيام المباركة أن تفرج الهموم وأن تقضي الحاجات وتقضي الحاجات والديون يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة